اللعيب اللي بعده وده لعيب هقف عنده كتير كريم محمد طلبه اه نروح للعيب لمحمد طلبة محمد طلبة كريم يعني باسم الله ما شاء الله انا اتفرقتله في ماتش بالصدفة في البري سيزن ولفت قبل ما اعرف انه لعيب ماصري بالمناسبة في البري سيزن الحالي اتفرقتله الماتش مع بخهم كانوا في البري سيزن بتاعهم قبل ما يبدأ البونتسليجا لان بخهم طالع من الفريل اول الفريل اول طالع من الدرجة التانية الموسم الماضي وبيلعب في البونتسليجا الدرجة الاولى مع باني ميونيخ مع دورتمونت عشان سهل الامور على الناس يعني واتفرقت لقيت فيه لعيب بيلعب اسم محمد طلبة فبتلت قلت مكري يعني وارد ان يكون لعيب عربي يعني مش يتورى موضوع لقيته لعيب مصري لعيب ممتاز عند وقت ما لعبها كريم لما يقوم لعامه الثمنتاشر لما لعب فريل اول مع بخهم في البري سيزن لم يكمل عامه الثمنتاشر ودخل اربع مرات سنة دي القائمة لسه ما اشتركش مع الفريل الاول لكنه واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين في قطاع الناشئين في بخهم حتى انه هو لم يكمل عامه الثمنتاشر هو بيكمل عامه الثمنتاشر كان بيشترك في كل الفئات السنية حتى فريق اللي هو بخهم بي اللي هو تحت 23 سنة وتحت 21 سنة بيشترك فيهم وكمان تم تكريمه من قطاع الناشئين في بخهم انه افضل موهبة في بخهم عن الموسم المنقضي عشرين عشرين واحد وعشرين عشرين واحد وعشرين افضل موهبة داخل القطاع داخل كل الفئات السنية في بخهم ومحمد طلبة ومحمد طلبة بعد ما اتفرجت عليه في البري سيزن في رستيم في بخهم يقدر ينضم بمنتهى البساطة هو مواريد الالفين واربعة للمنتخبنا الوليمبي بل ونقدر نتفرج عليه كمان ونشوفه مع روي فيتوريا لعيب نفتكر الاسم ده كتير جدا جدا محمد طلبة لعيب مباشر جدا بيلعب في مركز السنتر باك 185 سنطي لعيب ممتاز انا بقولك يعني ما اتفرجتلهش على ملخصات لا ده لعيب اتفرجتله على مباراة كاملة مع بخهم قبل ما يبدأوا بس قبل ما تخش على اللعب اللي بعد كده انه اللعبين دول بيبقوا محتاجين مفوضات اكدناها مفوضات ما عندها طبعا وانك تدع تتكلم معاه وانه يختار منتخب مصر ما يختارش مثلا منتخب ألمانيا وانك تتكلم معاه وتقوله المميزات اللي ممكن تاخدها لما تيجي ورقه يخلص والباسبور والحاجات عشان اللعبة دي بيبقى عندها بعض المشاكل الإدارية تقولي الامور ديت هاي اللي بس ايه محتاجين نعمل فيها مجهود انت بش بنجرد بس انك بتقوله ايه تعال انت عندك مع أسكر جاي المنتخب مصري وتقفل السماعة وتقوله سلام عليكم لأ انت بتتكلم معاه وبتقنعه كمان ان يلعب لمنتخب اشكرك يا كريمة على اثارة النقطة ريه لانها نقطة مهمة جدا وكان لازم انا اقولها في البداية كل هؤلاء اللي عبقوا ايه كل مش استثناء الكل معاهم جنسيتين جنسية الدولة اللي موجودين فيها ولعبوا فيها وفي بعضهم اتولد فيها وجنسية الاب والام او الجنسية التبعية اللي هو جنسيته الاصلية ان هو لعب مصري فانت محتاج تقنعه محتاج تخلص الورقه المعاملة يحس انه فيه اهتمام ورغبة ان هو يكون موجود لانه اكيد شرف له انه يكون متواجد في منتخب مصر لكن في النهاية والعيب يحتاج يحس انه متقدر من منتخب بلده وبيعامل معاملة جدا كلاعب محترف في بعضهم بالمناسبة لعبوا في لما نيجي لمعظم اللي باقي اللاعبين لعبوا في المنتخبات الفئات السنية في فرق كبيرة في اللي لعب في منتخب المانيا في اللي لعب في منتخب المانيا للفئات السنية ومنهم لعب متواجد احنا مش هنسرده بالتفصيل لانه متواجد في معسكر منتخبنا ال2003 مصطفى اشرف مصطفى اشرف هو كابتن منتخب المانيا تحت 18 سنة وشيء جيد يبدو ان هناك شيء جيد انه لعب انضم اخيرا لمنتخبنا ال2003 مصطفى اشرف كابتن منتخب المانيا تحت 18 سنة